قبل أنا حابب أبدأ مشروع من الصفر أنا ما عنديش خبرة ما عنديش رسمال حابب أشتغل من البيت عندي إنترنت وعندي كمبيوتر ولله الحمد إيه المشروع اللي أنا ممكن أشتغل عليه ده دوري بقى في هذه السلسلة إن أنا دايما ألقي الضوء على مجموعة من الأفكار وإنت بقى تختار ما يناسبك هذا الموقع اللي اسمه Design Crowd هو من المواقع المعروفة جدا في صناعة اللجوهات وأشياء كتيرة جدا لكن أشهره ممكن اللجوهات خلوني أقول لكم بس في البداية إن الموقع ده عدد زواره شهريا معد المليون مشهور جدا في الهند ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعد كده اندونيسيا بنجلديش وباكستان وللأسف ما فيش ما بين هذه البلاد أي بلد عربي لذلك خلونا إحنا نكون من الرواد اللي يشتغلوا في هذا المجال لكن على فكرة فيه عرب وهفرقكم بالأدلة وهنشوف كل تفاصيل المشروع هفرقكم على الموقع إزاي تشتغل عليه إزاي تشترك فيه وهل فعلا فيه ناس بتربح من هذا العمل ولا لا فيه ناس بتصمم لجوهات وأشياء أخرى كثيرة ويربحوا منها ولا لا يبقى متفقين ديزاين كراو ده اسم الوبسايت شفنا بالدليل إن فيه أكتر من مليون زائر كل شارع على هذا الموقع شفنا البلاد اللي بتدخل على هذا الموقع بعد كده بنزل تحت شوية هي دي الأشياء اللي أنت ممكن تشتغل عليه أنت بتعرف تعمل إيه من هذه الأشياء وعلى فكرة لو أنت ما عندكش أي خبرة أيضا في هذه المجالات إن شاء الله أنا سوف أدلك على الطريق اللي أنت تقدر من خلاله تتعلم الوبسايتس اللي ممكن من خلالها تقدر تعمل هذه الأشياء هل أنت بتعرف تعمل لجوهات بيزنس كارد ديزاين ويب ديزاين فلاير كرافيك ديزاين تي شيرت الشباب بقى بتعمل شوال print on demand تي شيرت ديزاين تم تعمل التصاميم بتاعتك وتعالى أعرضها هنا وكتب وقول إن أنت عندك خبرة فيه تصاميم التي شيرتات الشباب اللي معايا في مشروع كيند اللي نشل كتب بصي هنا معايا بوك كوفر ديزاين طب منتم شاطرين وأنا عندي كتير جدا من الشباب حقيقة في المجموعات بتاعتنا على الفيسبوك أو في الكورسات بقوا أسادزة في موضوع الأغلفة وموضوع الكتب بشكل عام أهو انشر حكتك هنا تعالى اعمل حساب وقول إن أنت عندك الخبرة وتقدر تعمل بوك كوفر ديزاين بص معايا بقى هنا على الشمال تحت e-book كوفر ديزاين يعني مش بس الكتب اللي هي البيبر بيك أيضا e-book كوفر ديزاين طبعا أنا مش هضيع الوقت إن أنا أقعد أقرأ لكم كل المشاريع مشاريع كتيرة جدا حقيقة إلى أن نصل إلى يوتيوب ديزاين وتويتر ديزاين يعني حاجات يعني ما شاء الله كثيرة جدا طيب إحنا دلوقتي استعرضنا المشاريع هل فعلا في ناس بتكسب هنا الموقع هيلتبهم لي على حسب الرانك بتاعهم يعني مين رقم واحد شوفوا معايا هنا رقم واحد من المملكة المتحدة إنجلترا بصوا أخذ كام منذ أن بدأ العمل على هذا الموقع والله هذه أرقام صحيحة وما يقدروش يكتبوا أرقام بشكل خاطئ الرجل ده كسب أكتر من 2 مليون دولار علشان كده هتلاقوا الرقم ضخم جدا تاني واحد من الهند نص مليون شوفوا بقى اللي بعديه ده رائع والله تحياتي الفلبين وتحياتي أيضا اللي بتاع الهند يعني الفلبين 292 ألف بقى كده بقى الهند شيلي الولايات المتحدة انجلترا الهند افضل بقى انزل وتفرج وخد طاقة إيجابية إن في ناس اشتغلت وقدرت تعمل هذه المبالغ طيب فرجني كده على أي حد من مصر مثلا أجي هنا على كونتري واختار البلد اللي أنا عايزه أنا هضغط هنا أهو هقول له إيجيبت تعالوا بقى نشوف مين من مصر أول واحد اللي واخد الرنك رقم واحد من مصر اسمه ماهر وماهر ما شاء الله عليه عمل 11 ألف دولار من يوم ما بدأ يشتغل على هذا الموقع ولو جدت هنا وضغطت على البروفايل بتاعه هتلاقي هنا بقى معلوماته وهو اسمه ماهر وأول حاجة كاتب أنه هو بيعمل تصاميم لللغوات أيضا هو إلستريتر فيكتور أرتست إلى آخره كاتب كل المعلومات عنه زتف أربع نجوم من خمسة أخد 11 ألف حتى هذه اللحظة من مصر وعايز تستعر دي الأشياء اللي هو أعمالها أهي مش هتلاقوها حاجات جبارة هفرقكم دلوقتي حالا تقدروا تعملوا حاجات زيها إزاي ومن مصادر مجانية تخيلوا بقى طبعا هكون فيه حاجات مدفوعة لو حابين يعني بس أنا بفرقكم وهقول لكم على الأماكن اللي ممكن من خلالها تحصلوا على هذه الأشياء أجي هنا برضو أختار بلد آخر خلوني أختار المغرب من المغرب أول واحد اسمه يوسف وحصل على 17 ألف دولار بعده بقى 6 5 4 وزي ما قلت تقدر تيجي على كل واحد وتضغط وتشوف الحاجات اللي هو بيعملها وتاخد أفكار على فكرة وتتعلم بيقدموا نفسهم إزاي لأنت لما تيجي تعمل حساب لنفسك لازم تقدم نفسك وإنت بتعمل إيه وبتخلي إيه إلى آخره طيب إذن بالدليل إن شاء الله شوفوا هنا عدد الصفحات يعني مش هتخلص 26 ألف صفحة عدد ضخم جدا بصوا عدد المصممين كام 728 ألف ننتقل للنقطة الأخرى هل في ناس فعلا بتطلب بقى لوجوز وحاجات كده وتصاميم من الحاجات اللي هنا شوفناها باجي هنا أضغط على براوز جوبز طبعا هنا بتأكد إن أنا مختار الحاجات الأوبن مش الكلوز أول إعلان ظهر لحد عايز لوجو وهيدفع فيه 150 دونار لك أن تتخيل إن الرجل ده هيدفع 150 دولار في اللجو ولما بنضغط بقى على الإعلان بيلاقي هنا كل التفاصيل الإعلان بتاعه ده هيقفل بعد 6 أيام وبعد كده يقعد بقى يختار ما بين التصاميم اللي ترفعت له هو بقى بيحدد لو أنت الشغلك هيكون متميز ممكن يختارك ببساطة فأنت كل اللي عليك إن أنت تقرأ اللي هو كاتبه كويس تشوفه طالب إيه تعمل التصميم بتاعك وSubmit your design بعد ما ترفعه هو بقى هيجي بعد 6 أيام يختار أحسن حاجة من وجهة نظره ممكن أنت تكون منهم أه طبعا ممكن لو حاجتك هتكون كويسة وترجع بقى هنا تاني وتبص مرة أخرى على التصاميم ده برضو فضل له 6 أيام 150 دولار وهكذا هنا بقى لو نزلت شوية أهو ده بقى إيه طالب برضو لجو وهيدفع فيه 300 دولار فضل له 6 أيام 6 أشخاص رفعوا له 8 تصاميم أنت بقى ممكن تنضملهم وترفع قبل 6 أيام والله أعلم ممكن يختار تصميمك أنت طيب خلاص إيه بقى الفكرة العامة اتفاهمت الحمد لله تفرجنا على المصممين وشفنا الوظائف من هنا من Browse Jobs أنت بقى هتعمل إيه هتيجي على Register وهتعمل لنفسك حساب وخطوة بخطوة ما انت تعددخل وها تكتب اسمك والLast Name وال User Name وال Password وتعمل كل الخطوات بتاعتك وتكتب حاجة عن نفسك بعد ما بدخل بالحساب بتاعي بيقول لي هنا أهو Browse Jobs الموقع الأول هو ده اسمه Hatchfield.shopify ده موقع رائع حقيقة لللجوهات فكلها احترافية زي ما أنتم شايفين ومجانا Get Started هنا بتضغط على Get Started وعندك بقى كل هذه الأنواع من اللجوهات هفترض أن انت عايز تعمل لجو للفاشن بتضغط على Fashion وبيدي لك هو بقى مجموعة من اللجوهات تختار منها وعلى حسب بقى لو حد عايز حاجة تتكتب مخصوص على اللجو وانت بتعمل اللي هو عايزه بالزبط بتضغط على Fashion وتقول له Next وتختار الحاجة اللي انت شايف انها ممكن تعجب الكلينت مثلا نفترض ان هو ده بقول له Next بكتب هنا مثلا Business Name والسلوجن بتاعي اللي هو حابب ان انا اكتب له وبعد كيه بقول له طب انا عايزه ليه انا عايزه ك Business Card او حاجة للسوشال ميديا او Just ان انا اعمل له Print وخلاص بضغط وبقول له Next اهو جاب لي مجموعة كبيرة من اللجوهات اقدر اختار من هذه المجموعة الكبيرة كلها طبعا زي ما انتم شايفين مكتوب عليها الحاجات اللي انا كتبتها اللي هي Success Influencer Live the Sky Bion Limit او زي ما انتم شايفين خلاص او ده اللي عجبني حتى ممكن اعدل برضو حتى ذي اللحظة بكي بقول له Next و Download Logo وبيروح على الاميل اللي انت مسجل به موضوع بسيط جدا الموقع التاني انتو عارفينه Canva انت لو جيت على Canva فيه سيكشن خاص لل Logos فيه سيكشن للبوسترز للفلايرز ما كل دي على فكرة وظائف مطلوبة تنسوش لما جينا هنا كان من بين الحاجات اللي احنا شفناها هنا اهي Flyer Design وهو على Canva اهو Flyers كل دي اشياء مطلوبة والحمد لله المصادر متوفرة فانت بتختار اللوجو اللي انت عايزه بتبدأ تشتعل عليه طبعا احنا بنعرف نشتغل ازاي على Canva وبنعدل عليه وبنعمله Download من هنا اما الموقع التالت هو ده اسمه Free Logo Design اسمه كده Free Logo Design وانا هسيب لكم طبعا التالت موقع دي في صندوق الوصف تبتيجي هنا بتقول له Logo Ideas هنا بقى بصراحة عدد كبير جدا من التصنيفات افترض ان انا عايزه للكمبيوتر مثلا اجي هنا اختار الحاجة اللي انا عايزها طبعا كل دي صفحات تتفرج وتاخد وقتك لو نفترض مثلا في حاجة معينة لفتت انتباهك وانت شايفها تكون متوفقة مع الطلب اللي العميل عايزه بتيجي هنا وبتختارها طبعا بعد ما بخلص اللوجو بتاعي الكتابة بتاعتي بعمل Save هنا بقى الموقع ده فيه ثلاث انواع من الخدمات اول خدمة اللي هي المجانية دي بتكون يعني هو بيقولك Ideal for Website User يعني معناه ان اللوجو ده هيكون مثالي لو انت تستخدمه للويب سايت بتاعك وبيكون بالPNG File Format فقط لا غير لكن لو الموضوع بقى فيه Business وفلوس و High Quality ممكن تختار الاختيار التاني اللي هو بيقولك بقى هنا مش بس هيكون PNG لا هيكون PNG و PDF و JPG و Vector و SVG اما الاختيار التالت فده يمكن اغلاهم بقى لكن احنا مش عايزين طبعا الحاجة الغالية قوي دي اذا هي دي المواقع وهو ده المشروع اللي انا حبيت اتكلم معاكم عنه يبقى اول خطوة تيجي على designcrowd.com احفظ الاسم كويس designcrowd.com وتعمل اكاونت نفسك واول ما تعمل اكاونت بتاعك هتلاقي على طول هنا ظهر browse jobs تدخل بقى وتتفرج على كل الوظائف وتتابع يوم بيوم لان ده مشروع زي اي مشروع زي ما دايما بقول لكم ودايما تختار الopen jobs وتشوف من هنا ايه اللي انت عايز تشغل عليه انا عايز اشتغل على موضوع اللجوهات ما هو ده اشهر حاجة لهذا الموقع حتى لو تلاحظوا هنا جنب logo and branding في ميتين خمسة ستين واحد محتاجين لجوهات للشغل بتاعهم دي اكتر حاجة فانت مثلا بتختار بقى هنا اللجوهات وبرضو للتحفيز ما تنساش تيجي على designers وتبص كده وقتك تشف بنفسك الناس اللي كسبت الارباح الطائلة دي ايه الشغل بتاعهم شكله ايه تدخل وتتصفح وتبص على الشغل بتاعهم وتتعلم منه وتعرف ما بيعملوا ايه هو ليه الراجل ده كسب اتنين مليون يعني ايه الاختراع اللي عمله علشان يصل لهذا الرقم تقرأ اللي كاتبه عن نفسه وتشوف الحاجات اللي هو عملها وتعرف ان الراجل ده مش بس بيعمل لجوهات لا ده كمان بيصمم مواقع زي ما انتوا شايفين عشان كده دايما اقول اتعلموا استثمروا في نفسكم وهتلاقوا المردود فيما بعد ان شاء الله الرقم غريب لكنه حقيقي واخر نقطة انهي بيها بما اني والله ما بحبش اخبي عنكو اي شيء لا اخفيكم ابدا اي من الاشياء اللي انا بعملها هنا بالنسبة لل اي بوك كافر ديزاين وبالنسبة لل بوك كافر ديزاين هنا انا لسه شاري سوفتوير جديد هو ده اسمه pixelide.com ومن الاقسم بتاعته هنا بوك كافرز اي بوك كافر كل هذه التصاميم الووبسايت ده او السوفتوير ده مش معروف لذلك لو انتم حابين تشتركوا فيه ده هيكون نقطة كويسة لصالحكم ان انتم تعملوا هذه التصاميم اللي مش معروفة حية يعني مش معروفة وزي ما انتم شايفين كده حاجات كلها جميلة جدا ورائعة فلو حابين انا سيبلكم الرابط وكل هذه الاشياء عندك حتى هنا عنده مزايا رهيبة ممكن اجي في مرة اتكلم عنه انا ناوي ان شاء الله اتكلم عن السوفتوير ده بالتفصيل اللي الشباب بتوقع الكندل حتى هنا فيه البي جي ريموفر دي تجنن كل ده محطوط في هذا السوفتوير اللي بتتفعله مرة واحدة ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو اشتغلوا اكتهدوا الناس اللي بتشتغل على الموقع ده مش احسن منكم انتم كمان تقدروا تقدموا هذه الخدمات وممكن تقدموها مش بس على ديزاين كاود لا ايضا طالما كده كده نويت مثلا تشتغل على هذا المشروع ايضا اقدم خدماتك على الموقع اللي انا دايما بتكلم عنها اوبورك وفايفر وخمسات ومستقل وكل هذه الموقع وفريلانسر ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو سبحانك اللهم بحمدك اشهدوا ان لا اله الا انت استغفرك واتوبوا ليك شكرا لكم ولا تنسوا ان نسى بالناس ومن يعني عن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهدوا 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 اشهدوا